احبتي في الله السلام عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير وبصيحة جيدة ومني لكم اجمل تحية بالنسبة لهاد الفيديو غادي يكون فيه القفتان لهاد الفصالة كلوش وتوب ستان دوسوة بهد اللون الجميل اللي اختاريتو يكون القفتان ليا ان شاء الله وان شاء الله غادي نلبسوه في العيد المقبل ان شاء الله المهم بالنسبة للزواقة غادي نبدأ نخدم هاد الموتيف اللي على هاد شكل يعني غادي نقطع منو حاجم صغير وحاجم كبير وغادي نحاول المزوج ببينتهم وان شاء الله الخدمة غادي تكون تطريز وكذلك النبات وهاد المرة ان شاء الله هاد العيد يعني غادي نلبس هاد القفتان اللي هو كما ديجا قلت لكم بانه وغادي يكون بدون حزام ديجا عندي قفاتني يعني باحزيمة لكن هاد المرة اختاريت يعني يكون يعني يكون مفصلة ليا بها الطريقة اللي قلت لكم ايفازي وكلوش وبدون حزام لان الزواقة اللي غادي ندير غادي يكون يعني يعني نزلة شوية يعني غادي كون نزلة شوية على الحزام ولحطي الدب الحزام يعني غادي تخسرها ذاك المنظر ديال الزواقة لذا اختاريت انه يعني يكون ايفازي ومهم غادي تشوفوا المنظر دياله في الاخير ان شاء الله بالنسبة للرجمة اختاريت هاد الشكل الهندسي اللي هو على شكل هلالي ممكن توما تخدموا الشكل يعني مستطيل او مربع اه مهم غادي نبدأ احنا بهذا الشكل ان شاء الله وكيف ما كتلاحظوا اه يعني غادي نترصي عشوائيا من بعد غادي ناخد يعني هاد الزواقة وغادي نحن نتبقها على الجهة الاخرى المهم بالنسبة العقيقة اللي غادي نخدم به العقيقة بهالرس اه للون دياله قريب للون ديال التوب غادي نبدأ به اه يعني كبداية ودائما كنقولها في الفيديوهات ديولي او في الاعمال ديولي كنخدم بالعني اللون ديال العقيق او اللون ديال الخيط لتيكون دائما قريب التوب ومن بعد ممكن تديرو اه او تزيدو اضافات اه يعني الوان اخرى اه يعني كتدمجوها مع ذاك اللون الاصلي اللي كيكون ديال التوب يعني باش يكون يعني شو دير انسجام بالالوان او لا اه تخدمي بهذا اللون فقط يعني اللون اه قريب اللون ديال يعني كيكون قريب الارضي ديال اي لون يعني كيكون اللون متقارب يعني القرات ديالو كذلك كيكون يعني كلاس في المنظر ولكن انا في هذا القفطة ان شاء الله غادي نختار الوان يعني تقريبا انشي ثلاثة ولا اربعة الالوان وغادي نحاول نمزيج بيناتهم اه بين العقيق وبين اه تطريز اللي غادي تشوفو من بعد كذلك بالنسبة الطريقة اللي كنخدم بها دائما اه كنخدم اه يعني بثلاثة العقيقات ثلاثة واني حسب الحجم ديال العقيق لانا كالعقيق صار من هذا وكالعقيق اللي الحجم ديالو اه كبير اه انتو ما اختاروا يعني اه يعني النوع يعني اللي زيان الجودة تكون يعني ممتازة يعني باش ما يتكون عقيقة كبيرة عقيقة صغيرة يعني تشكل لكم اه يعني كيكون الحجم ديال الشكل الهندسي كيكون مديفورمي اه لكن الى كان العقيق ممتاز يعني الاشكال يعني متقاربة او الاشكال متشابهة جدا يعني ما تشكلش اي مشكلة بالنسبة الزلقة يعني كيم ما ترسيتها يعني اه يعني كتبقي عليها كتتمشي عليها كتتكمليها يعني اه بالطريقة اللي اخصى تخدمي بها وكنتلاحظوا كذلك انني اه ملي كان خدمت تدقيقات كنرجع عليهم بالخلف يعني باش تتبتم زياني انا كيكون مرجل يعني كيكون شوية يعني كيتحرك يعني باش تتبتيهم زيان يعني كتدري ديك الطريقة وتيكون يعني تقريبا مستقيم ففي الاخير ضروري ندير هات العملية نرجع عليها الثاني كل شي يعني بحالها كده يعني ترجع من القند للقند اه تكتكملي الشكل بها الطريقة دائما كنصح بالاتقان والدقة اه في الخدمات ديركم باش في الاخير يعني اه تكون اه زواقة يعني المنظر ديالها جميل وتكون متقونة واي واحد شافها تعجبوه بالنسبة للداخل ديال الزواقة غادي نخدمها بهذه الطريقة اللي النفس تقريبا عندي تكون مستقيمة او لا ممكن تخدمها عشوائية يعني كلاهما غادي يكونوا مزيانين اه فاختارت انا هكده يعني يكون يعني يكون الداخل ديال اه يكون هكده بالاستقامة اه من بعد ان شاء الله ان خدم موضيل اخر العشوائية وخديجة خدمته يعني في موضيلات اخرى اه هاد المرة خدمت بهذه الطريقة عجبتني بغيت نبدل شوية المهم بالنسبة للعقيق ممكن تضيفه اه العقيق اللي هو زوم مرود اه اضافة على هاداك العقيق مهرس يعني زوم مرود كيكون كذلك بنفس يعني قرب لي اه تهوة كيج يعني ممكن ارا غادي تلعبوا بان انا غادي نديرو يعني حدا يعقيقة مهرسة وتكون حداها بعد المرات العقيق ديال زوم مرود يعني باش يكون كذلك المنظر جميل وفي نفس الوقت كتربحي يعني المسافة ديال يعني كتتتعمريها ضغياء لان الحجم ديالو شوية كبير لكن اه حاولي تختاري اللون ديال العقيق اللي مهرس يكون قريب او بحاله بحال اللون ديال زوم مرود وكان حاجة اخرى تنصح بها كذلك ان الخط دائما يكون قريب اللون ديال العقيق مش ميكون دك اه بتفاوت او يعني يعني ديكلاج او ممكن يكون لعيب ديال الخدمة فدائما هدي نصائح يعني اللي مبتدئات فغادي نخدم تقريبا بنفس الطريقة اللي خدمت بها الشكل الاول ثلاثة ثلاثة دقيقات اولا ممكن ديري جوج جوج ممكن ديري حتى ربعة ولكن استعرفي كيفاش تخدميها يعني ضروري تقسمي بنتهم بالخيط يعني بين جوج جوج يعني باش ميجيش كما قلت لكم ميجيش متلوق فكما كتلاحظو هدا اه غادي يكون قفتاني ورغم دالك كان نخدمو يعني بهات الطريقة اللي كان خدم بها اه يعني الزبائن ولا الزبونات يعني اه كيفما كتخدمي الراس كتستخدمي الاخرين وهدي يعني اه يعني مسألة مهمة اه غس كتاخذيها بعيد الاعتبار يعني كيفما الحاجة كتبغيها وكتمنيها الراس كتمنيها الاخرين اه خاصة اه يعني في هذا المجال دي اله دي اله متل هاتش دي الصناعة يعني اه باش باش يعني تبدي او تجلبي زبائن اخرى الملين تيه كتخدمه حتى الخدمة وتتخدميها عليك كتكون تقونا فعملي كيشوفوها الناس او لو كيشوفها الاخريات يعني كتعجبهم بالتالي يعني كتعجب طلبات اه جديدة مقافاتين او الجلال بالمهم اه يعني هدي طريقة جيدة بالجلب الزبونات فحاولت يعني نزرب لكم شوية الخدمة لان الفيديو جاني طويل طويل بالسف وحاولت يعني نختصره فاخترض هاد توب اه 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 يعني بغيت ناخد معديه اه تطريز لكن تطريز بطريقة ماشي يعني تطريز ترز رباطي لانه اه توب شوية كيتتيرا يعني شوية شوية الاستيك وهدي جي صعيب انك ترزي عليه اه اختاريت اه الطريقة ديت النبات وتطريز كي ما غادي تشوفوه من بعد اه بالنسبة لتوب كي ما قلت لكم الاستيك وحتى الصباعة ما غاديش تجي عليه لانه يعني كي شرب كتبغي عليه يعني كديك الصباعة كتلق بحل وكتبن بحل اللون ديها الزيت يعني كي الصباعة كتخرج على الاطار دي رشما ولا على اطار دي الوردة دي تآ يا مله اللي ككل ملسهrum يعني كي ما قتعارفوه كدا باش مصنوعه ولكن كي نلقي هو بلي متا تتقبلش هذه الصباعة كهد الذوب اللي هو ستندسو وفيهم يعني ستندسو فيهم وفيهم لكن بالنسبة لهذا رقيق شوية و يعني ما سبعة ما تجيش مع مية في مية الدبا غادي ندوز للون الثالث تقريبا درت ربعات الالوان ربعات الالوان حتى الخمسة الالوان اللي درت فخليكم معايا تتشوفوا الالوان الباقية كيف ما لحتو اناني غادي نخدم بنافس طريقة كذلك وبالنسبة لداخل ديال الرجمة كذلك غادي ندخل لهذا كالزوم الرد كيف ما لحتو ولي تتخلطي بينتهم يعني ما تيبانش الفرق بين يعني متقاربين بالساف وهذا هو الاهم وبالنسبة لوقت يعني كيف ما كتلاحضوه العيد يعني ما بقاش لها بزاف لذلك اختاريتنا اناني نساوب القفتان ديالي و نكمله فهذا الوقت باش يكون عندي الوقت باش نخدم موديلات اخرى ان شاء الله بالنسبة الخيط غادي نخدم بالخيط ديال الصابرة بهذا الالوان اللي هما اقرب اللون ديال العقيق يعني كل لون ديال العقيق بحال اللون ديال الخيط بالنسبة للحجيرات اللي غادي نخدم بيهم لانه بغيت انا كما قلت لكم تطرز ما ديش يكون تطرز يعني دير يعني الترز الرباطي انما غادي يكون هالطريقة بومبي لانه صعيب انه تخدمي بين العقيق وفي نفس الوقت تخدمي التطرز الرباطي لان التوب ما كيت تحملش كما قلت لكم كتيره وصعيب انه تخدمي عليه يعني بالطرز الرباطي بيد او لحتى يعني الالة اخترت هالطرز اللي هو بومبي يعني باش نملأ الفراغات اللي غادي يكون بدك الشكل هندا سيدي اللقيق ومن بعد را غادي تشوفوا الطريقة كيفاش غادي تجي ممكن منتو ما تختاروا يعني حجم اصغر او لا حجم اكبر دائما الادواق لا تناقش وهي كلمة او جملة نقولها دائما يعني في كل فيديو فعلا الادواق لا تناقش مهم بالنسبة للتطرز اللي خدمتها يعني غادي نمشي في الاتجاه ديال يعني ديال الشكل الهندسي كيف ما لحتو في البداية خدمت يعني بالشكل يعني مائل ولكن من بعد فكرت ان يعني ضروري خاصلين خدم يعني في الاتجاه ديال الاشكال الهندسية بهذه الطريقة والخيط درتو على ثلاثة يعني الشعارات ممكن تما تديرو يعني يجوج ولكن عادي يكون يعني عادي يبن الفارع بزاف من الافضل تديرو ثلاثة هو الوسط ربعا اللي درتو كيجي الخيط يعني كيجي الخيط اغلض يعني كيجي كيبن يقول لكم كيجي مدكسة وانما ثلاثة هو المناسب حسب يعني حسب حسب الخيط او حسب البوبينة او حسب الصبرة يعني ان كي الخيط وخة بتلاتة يعني كيكون اغلض يعني السمك ديالو اغلض كيف ما عادي تلاحظو في يعني في الخدمة اللي غادي نخدم من بعد خدمت كذلك بنفس ثلاثة تشعرت ولكن جات شوية يعني لان الخيط اغلض يعني كل كل صبرة والخيط ديالها يعني والسمك ديالها يعني اغلض يعني اغلض يعني نفس الشعرت ولكن يعني السمك ديال الخيط يعني اختلف فكان ما الافضل انا ندير جوج لكن مشي مشكل من بعدها راضي تجي يعني جميلة كذلك بحال الاولى فممكن يعني تبتل ذيك الحجيرة بالليسق مشي جيك سهل او لا تخدمين مباشرة كيف ما خدمت ودائما كاتمشي تقريبا بنفس الاتجاه ديال الاولى لو كنت خدمت بالعرض غادي تجي ربما تجي يعني مزيانة ولكن من الافضل اننا نمشي دائما في الاتجاهات يعني لو كانت لو كان العقيق يعني بالشكل الافقي ممكن نخدمه كذلك دهات التطريزة يعني بالشكل الافقي ان شاء الله رمضان على الابواب وان شاء الله كذلك من بعد غادي يكون العيد بحول الله وكي ما قلت لكم انا يعني من قبل اه خدمت لي هذه القفتان يعني باش يكون عندي الوقت الكافي باش نخدم الى كتاب اه موديلات اخرى وكيف ما كتعرفو يعني دابا يعني اليوتيوب او النت بصفة عما غادي يكون مالي يعني بالموديلات موديلات جداد يعني كل هاو الكفاءة دياله كل هاو القدرات دياله كل هاو الدوق دياله اه يعني كل هاو واش نبغى يعني في الموديل دياله يعقيق يتنبات يعني كل هاو كي ما قلت لكم الدوق دياله سوف نقرر بليكم الرجمة سوف نضيف ألوان أخرى كما قلت لكم اللون الضوري باللون ديال كذلك كيف ما لحتوه هذا هو القفتان يعني قفتان كروش اللي بستو على المانكان مانكان شوية طويلة يعني ما جاش القفتان مطلوق كما مطلوق عليها لأنه كما قلت لكم القفتاني هذا وباقي ما صلحتوش مزيان عادي ناخدو باقي للمصبان إن شاء الله المهم عي باش تاخدو فكرة وكيف أجل القفتان وكما قلت لكم راني قدرتو بدون حزام مهم كانت مننا يعجبكم وينال استحسانكم وكنت منتطبقوها اللي عجبتو اللي عجبتها وإن شاء الله إلى فكرة جديدة وفيديو جديد ودمتم بخير وشكرا جزيلا لكم